نبص على الدورة الثالثة عدد مستويات الطاقة هنا تلاتة معنى كده ان العناصر دي موجودة في الدورة الثالثة طب ننتنقل لنقطة تانية عدد مستويات الطاقة اللي موجودة في اخر مستوى بالنسبة لعنصر الليسيام هتلاقي عنده 1A او الكترون واحد يبقى 1 لاحظ ان ها فين الليسيام في العنصر او في المجموعة اللي اسمها 1A نروح للسوديوم المستوى الاخير فيه الكترون واحد عشان كده هو موجود في المجموعة 1A استنتج معايا البوتاسيوم البوتاسيوم ده طالما هنا الليسيام فيه الكترون واحد مستوى اخير السوديوم عندي مستوى الاخير فيه الكترون واحد يبقى البوتاسيوم عندي المستوى الاخير برضو فيه الكترون واحد نتنقل على المجموعة اللي بعدها البريليوم عنده في المستوى الاخير اتنين من الالكترونات فقط عشان كده حطناه أو موجود في المجموعة 2A نستنتج بقى أن الكالسيوم عنده كام إلكترون في مستوى الطاقة الأخير؟ بالضبط كده 2 إلكترون 2 إلكترون في مستوى الطاقة الأخير لأنه موجود في المجموعة 2A هو ده السبب أنه تحط في المجموعة 2A نروح لعنصر السيليكون السيليكون ده قلنا عليه من أشباه الفلزات موجود في الدورة الثالثة بص على المستوى الأخير قال أنا فيه أربع إلكترونات وده خلى العلماء يحطوه في المجموعة 4A ونفس الكلام بالنسبة للفوسفور المستوى الأخير فيه خمس إلكترونات معنى كده هو محطوط في الجروب أو المجموعة 5A نتنقل لعنصر الأرجون الأرجون ده زي ما قلنا قبل كده أنه هو من الغازات الخاملة الأرجون في المستوى الأخير عنده تمن إلكترونات وده منه هو من العناصر الغازات الخاملة فبنحطه في المجموعة الصفرية نستنتج أن عدد مستويات الطاقة هو هو نفس رقم الدورة وعايزين بقى أن نفكر كده سوا البوتاسيوم موجود في الدورة الرابعة يبقى عنده كم مستوى طاقة؟ هايل عنده أربع مستويات طاقة وبالمثل الكالسيوم عنده أربع مستويات طاقة عشان كده هو موجود في الدورة الرابعة نيجي للكريبتون هو برضو عنده أربع مستويات طاقة عشان كده موجود في الدورة الرابعة دلوقتي معين النشاط رقم 2 طالب مني أحدد توزيع الإلكتروني من العنصر وكمان أعرف مكانه في الجدول الدوري وأعرف مستوات الطاقة كام وعدد الإلكترونات في آخر مستوى بالنسبة للسوديوم اللي عنده 11 إلكترون هتتوزع إلكتروناتي وفي ثلاث مستوات طاقة مستوى الأول إلكترونين المستوى الثاني تمانية والمستوى الأخير الثالث في إلكترون واحد قول بقى معايا كده عدد الإلكترونات في المستوى الأخير كام إلكترون واحد عدد مستوات الطاقة كام ثلاث مستوات الطاقة يبقى السوديوم هنا موجود فين في الجدول الدوري موجود في الدورة الثالثة في المجموعة 1A ناخد المثال اللي بعده نفكر معايا السيليكون عنده كم مستوى طاقة واحد اثنين ثلاثة مستوى الأولاني إلكترونين المستوى الثاني ثمن إلكترونات أما المستوى الأخير عندك كام؟ أربع مستوات أربع إلكترونات في المستوى الأخير يبقى عدد إلكترونات في المستوى الأخير أربع عدد مستوات الطاقة ثلاثة مكانه فين؟ هنستنتج مكانه عن طريق نحن نحدد المجموعة ونحدد الدورة عشان نحدد الدورة بشوف عدد مستويات الطاقة مستوات الطاقة هنا ثلاثة يبقى هو في الدورة رقم ثلاثة أما بالنسبة للمجموعة فبنحددها بعدد الإلكترونات اللي موجودة في المستوى الأخير هنا كاتب لي أربع إلكترونات يحتوي على أربع إلكترونات ده معناه أنه هو موجود في الدورة 4A نتنقل للعنصر اللي بعده الفصفور عنده كام مستوى طاقة؟ هاي اللي عنده ثلاثة مستوات طاقة المستوى الأخير فيه عنده خمس إلكترونات مستوى الأولاني 2 الثاني فيه 8 والمستوى الأخير فيه 5 معنى كده أن عدد مستوات العدد الإلكترونات في المستوى الأخير خمسة يبقى هو في المجموعة 5A وعدد مستوات الطاقة بتاعته 3 ده معناه أنه هو موجود في الدورة رقم 3 يبقى مكانه فين في الجدول؟ في المجموعة 5A في الدورة الثالثة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن